اشتركوا في القناة على الجنوب التونسي الجزائري يساهم في تسري رياح قوية على شرق تونس وخليج كيفس توقعات الجوية المنتظرة لما بعد ظهر تقص أحيانا كثيف السحب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية بشمال تونس بالنسبة لتجاه الريح رياح شمالية غربية شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة بمنطقة سيرات ومن 15 إلى 25 عقدة بخليج تونس البحر قليل افتراب بمنطقة سيرات مفترب بخليج تونس بشرق تونس رياح شمالية غربية شمالية شرقية كذلك سرعتها من 20 إلى 30 عقدة البحر شديد الافتراب بخليج كيفس رياح شمالية شمالية شرقية من 20 إلى 30 عقدة البحر شديد الافتراب ورؤية تمتد من 100 إلى 6 أميل بالنسبة لهذه الليلة يتوصل التقص أحيانا كثيف السحب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية بشمال تونس بالنسبة لتجاه الريح رياح شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة البحر مفترب بشرق تونس رياح شمالية شمالية غربية من 25 إلى 30 عقدة البحر شديد الافتراب وبخليج كيفس رياح شمالية شمالية شرقية من 20 إلى 30 عقدة البحر شديد الافتراب ورؤية تنخفض من 6 أميل إلى 100 أميل توقعات نجوية المنتظرة اليوم الغد إن شاء الله تقص أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفارقة بشمال تونس بالنسبة لتجاه الريح بسواحلنا الشمالية وخليج الحمامات ريح من القطع الشمالية سرعة من 25 إلى 30 عقدة البحر شديد الافتراب ورؤية تنتظ من 100 إلى 5 أميل بالنسبة لمنطقتين الشبة وخليج كيفس ريح من القطع الشمالية كفايلك سرعة من 25 إلى 30 عقدة البحر شديد الافتراب ورؤية تنتظ من 100 إلى 6 أميل نمر الآن إلى حركتي المدوى الجزر بميناء اسفقس 42 سنتيمتر على الساعة 9 ليلة و 12 دقيقة متر و 47 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و 8 دقائق بميناء قبس 47 سنتيمتر على الساعة 9 ليلة و 59 دقيقة متر و 79 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و 13 دقيقة بميناء جرجيس 27 سنتيمتر على الساعة 9 ليلة و 16 دقيقة و85 سم على ساعة 3 صباحا و20 دقيقة في الختم ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بالموزع الصوتي زيارة موقع الويب أو بعض إرساليات قصيرة شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء